اول مرة يتنفس في الدولة المصرية ما كانتش يقدر انفز 53 كيلو متر كلهم مرحلة واحدة عشان كده بدأنا نختار كمرحلة اولى تمهيدية تجربية نشتغل فيها وهي المرحلة اللي من اول كبرى 15 مايو حتى كبرى مبابا لان دي تعتبر السنتر بتاع 53 كيلو قلب العاصمة فبدأنا حضرك النارده نشتغل في المرحلة الاولى بدءا من 15 مايو حتى كبرى مبابا بطول حوالي كيلو 900 بدأنا حضرك التنفيذ في نهاية 2019 وانتهينا في بداية 2021 من المرحلة الاولى من المرحلة الاولى استغرقنا حضرك مايقرب من 18 شه الممشا ده حضرك التكبار عن مستويين لان كل اهلين حتى بعد الممشا افتتح متخيلين ان الممشا هو الجزء العلوي فقط الموازي للرصيف لحنا عندنا الممشا ده مستويين مستوى علوي مموازي للرصيف ده حضرك الفيلاندس كيب وعملنا في بعض الاكشاك عشان نقدم خدمات سريعة لأهلين اللي ما منزوروش تحت والجزء السفلي وده جزء حضرتك الخاص بالعائلات ده اللي في المطاعم والكافيهات والخدمات اه ده حضرك في المطاعم في الكافيهات منسناش ان الركنة في هزي المكان صعبة جدا لعلكورنيش عملنا تلات جراشات بيسعوا 180 فرد 180 سيارة متوزعين على طول الكيلو 900 يعني الممشا فيه اماكن لركن السيارات طبعا الفانده هلنا تلات جراشات تحت عملين الجراش ووجهته محلات جميل حضرك منسناش اهم حاجة اخواتنا واصحابنا من زاوي الهمم لازم يتميجهم معانا في المشاركة في المجتمع ومن ضمنها ممشا اهل مصر عملنا لهم رنبات للصوض والنزول واماكن مخصصة اللي ركن سياراتهم جوه الممشا عشان يقدروا استمتعوا معانا بالممشا انا عايز ااكد بس علشان فيه بعض الانتقادات اللي وجهت للممشا انه اه اه يعني مصاريف دخوله او الرسوم الدخولة غالية جدا حضرتك بتؤكد انه الجزء العلوي من الممشا الرسوم الدخولة 20 جنيه تمام لكن الجزء العلوي من الممشا حضرتك بتقول انه انه ها فيه او مجانة لأي حد اهلين استطيعنا تماشى فيه لما لقينا فيش خدمات موجودة في الجزء العلوي غير مناطق وتراك العجل وفقط عملنا حضرتك اكشاك لتوزيح خدمات خفيفة زي مشروبات زي مأكلات عشان اهلين برضو قدروا استمتعوا بالجزء العلوي زي ما هم الجزء الصيفلي بس ان حضرتك عملناه للعائلات مس بحس ان انا حضرتك انا رايح انا وقصرتي اقدر انزل اتغطى في مطعم اعود فيك فيه الكلام ده لما الجزء العلوي عملناه لأهلين مجانا يستطيعوا ان هم يتحرقوا على طول المسطاح كله 900 بلا رسوم يعني ممكن نقول على رأس السنة ممكن نحتفل بالممشاة اهل مصر يعني قدر نقول ان شاء الله يعني اشهارة ثلاثة او اربعة باذن الله يكون البمشا نقول نكون حددنا معادة اللي يفتح فيه باذن الله ان شاء الله باذن الله طب المرحلة الثالثة عندنا برضو في نفس التوقيت يا فندم دولة رئيس مجلس الوزراء ووجه لنا بتنفيذ مرحلة الثالثة لان المشروع ده بيتابع رئاسيا وفي لجنة مشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بتابع الموقات اللي بتقابل هذا المشروع عشان تزللها عشان ينتهي في نفس التوقيت بتاع المرحلة الثانية برضو دولة رئيس مجلس وزراء ووجهنا في المرحلة الثالثة اللي هي شمال وجنوب المرحلة الثانية المرحلة الثالثة دي حضرك بدءا من كبري الساحل حتى كبري تحيا مصر بدءا من كبري أصر النيل حتى كبري المريديان المرحلة من كبري الساحل حتى كبري تحيا مصر دي وصلنا للتنفيذ فيها تسعين في المية لأن كانت موقعات اللي فيها بسيطة وان شاء الله برضو ارشاء الواحد أو اثنين تكون انتهت ونبدأ ندخل المطاولة العقارية اللي فيها. المرحلة بقى من كبرى قصر النيل حتى كبرى الميريديان كان فيها بعض الاماكن اللي نفهم منشآت شرطية فاتأخرنا شوافة باية التنفيذ فيها على ما نصقنا مع وزارة الداخلية في ان احنا نعد الممشى بالتوازي مع منشآتهم الشرطية في نفس التوقيت. جاءنا مؤخرا توجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء بتطوير او عمل ممشى حوالين جزيرة الزمالك في جمال الاتجاهات بطول تمانية كيلو متر. دي مرحلة ربعة. دي مرحلة ربعة. اسمناها حضرتك النهاردة اسباقيتين. الاسباقية الاولى بدءا من مطعم بيوتة الى مجلس قيادة الصورة بتول اربعة كيلو متر. عندنا تصميم تم وانتهى لكيلو سبعمائة ودقنا التنفيذ فيه فعلا في الكيلو سبعمائة الاولينيين. خلصنا الاسبوع الماضي تصميمات كيلو تمنمية كمان غير الكيلو سبعمائة بدءا نشتغل فيهم مع الهيئة الهندسية وبنكمل تصميم مع التنفيذ. طيب ننتقل بقى لموضوع اخر وهو مبادرة اه حياة كريم. وانا الحقيقة باعتبر ان هذه المبادرة تعتبر يعني من اعظم المشاريع اللي اه وصى بها سيادة الرئيس لانها بتمس المواطن البسيط جدا.